أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ نُفْرَهُ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاعَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الْمَاءُ قُلْ لِعِبَادِيَا لِلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا عَزَقَنَاهُمْ سِرًّا سِرًّا وَعَلَانِهَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثموات رزقا لكم وسخر لكم فلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل من سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لغلوم كفار وإذ قال إمرهيم رب جعل هذا البلد آمنا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أطلن كثيرا من الناس فما تبعني فإنهن مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذنبيتي بوادي غير ذي زرع وإنهن عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أخذة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ليشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل الرئيس حاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني نقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الرالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذرهم يحسى يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل المقريب إن نجب دعوتك نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكرتم في مساكن الذين علموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأففاد سرادلهم من قطران وتغشى أجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنت ما هو إله هو أحد وليذكر وليذكر أول الألباب